تبتدي الحقيقة بتكريم فرقة الطائرة مجلس الإدارة طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن خطيب قرروا أن هم يكرموا الفريل أول لكورة الطائرة اللي حقق عدد كبير جدا من الإنجازات الموسم ده سواء كنا نتكلم على مستوى المسابقات المحلية أو على مستوى المسابقات القرية وعايز أقول لكم كمان بالمناسبة فرقة الطائرة رجال للنادي الأهلي مرشحة أنها تدخل بأرقامها القياسية تدخل في مصورة جنس وبالتالي حقيقة يستحقوا تكريم فريق محترم جدا 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 أكتر من رائع الحقيقة احنا ملاحظين الفترة الأخيرة في تكريمات كتيرة جدا للفرق الجماعية في النادي الأهلي يعني احنا شفنا الأول تكريم فريق اليد على الفوز بكاس مصر وفوز بتتويج ببطولة إفريقيا اللي عندها بطل الكوس من يومين شفنا تكريم فريق الباسكت بعد ما فاز وقدم عروض أكتر من رائع الحقيقة بعد ما فاز بالبطولة العربية وجيت دور على فرقة الطائرة عشان تتكرم والموضوع مش بس تكريم وإنك أنت تدي اللعيبة حقها لكن كمان رسائل كتيرة جدا ويمكن لما سمعنا كلمة كابتن خطيب مع لعابة الباسكت رسائل تحفيز مهمة جدا لبداية موسم عشان الناس زي ما قال كابتن خطيب الناس متعودة إنها لما تحقق بطولة بتريح في الاهلي الموضوع غير طبعا ده كابتن خطيب مع جاستي موديل فني الفريق الباسكت اللي الراجل الحقيقة تقدر تقول إنه قدر يعمل بصمة يعني كل جمهور نادي الجماهير الأهلي اللي تابعت فريق الباسكت وتابعت البطولة العربية حاست إنه الإدارة الفنية كانت عامل مساعد بشكل كبير جدا على تحقيق البطولة